تفسير سورة الإخلاص قل هو الله أحد يعني قل يا محمد صلى الله عليه وسلم فهو خطاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه أن يقول للمشركين لأن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك يعني أذكر لنا نسب الله سبحانه وتعالى والله منزه عن ذلك لأنه لا يشبه أحدا من خلقه وفي بعض الرغيات أن اليهود هم الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت سورة الإخلاص فالله يقول له قل يا محمد صلى الله عليه وسلم هو الله أحد يعني قل لهم الله سبحانه وتعالى ليس له نسب لا ينسب لا يقال فلان ابن فلان ابن فلان كما يقال هذا للبشر وللناس فالله منزه عن مشابهة خلقه هو الله أحد يعني واحد سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله فليس له أب حتى يقال فلان ابن فلان وليس له ابن فالله سبحانه وتعالى أحد الله الصمد والصمد بمعنى الذي يحتاج إليه فالله غني عن العالمين وكل العالم هو الذي يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى ويصمد إليه ويرفع حوائجه إليه وقد فصر بعض السلف أيضا كلمة الصمد بأنه الذي لا جوف له سبحانه وتعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فنفى عنه الولدية ونفى عنه المولودية فليس له ولد وليس له والد تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقول المشركون علوا كبيرا فإذا كان الله سبحانه وتعالى لا يلد ولا يولد إذن فليس له نسب لا يقال فلان ابن فلان ابن فلان كما يقال ذلك للناس لأن الناس مخلوقون أما الله سبحانه وتعالى فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فليس له كف يعني ليس له نظير ليس له شبيه ليس له مماثل فالله سبحانه وتعالى تعالى وتقدس عن مشابهة خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والله أعلم سبحانه وتعالى